حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شدد قال كنت أقوم على رأس المختارف لما تبينت كذا بطه هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقط له أعطي لواء الغدر يوم القيامة حدثنا ابن نمير حدثنا عيسى القارئ أبو عمر بن عمر حدثنا السدي عن رفاعة القدباني قال دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لا ألقيت هلاك قال فأردت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مؤمين أمن مؤمنا على دمه فقط له فأنا من القاتل بريء حسنا يحيى بن سعيد القطان عن حمدي بن سلم تحدثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شدد قال كنت أقوم على رأس المختارف لما عرفت كذبه هممت أن أسل سيفي فأضرب عنقه فذكرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقط له أعطيه لواء الغدر يوم القيامة حتى زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني عبد الرحمن بن جبيري بن نوفير عن أبيه عن عمرو بن الحمق الخزاعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل وما استعمله قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله ترجمة نانسي قنقر